نذهب إلى عبدالقادر عبدالحليم من القدس عبدالقادر بعد دعوات عائلات الأسرة والمحتجزين للقيام بمظاهرات كبيرة اليوم في تل أبيب يظهر نتنياهو ليتحدث ويقول أن حماس هي التي ترفض الوصول إلى صفقة ومن يقتل المحتجزين في غزة لا يريد صفقة وأن إسرائيل ملتزمة بيئة تفاوض وتوصل إلى أتفاق لإطلاق النار ما الذي قاله نتنياهو تحديدا وكيف تبدو الأوضاع هناك هذه الضغوط من عائلات الأسرة على نتنياهو صحيح صحيح سونيا نتحدث عن بيان صدر من رئيس الوزراء الإسرائيلي من نتنياهو نستمع إليه في هذه اللحظات يتوجه بالعزاء إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين ويقول أننا رأينا حماس الحركة القاسية والتي تقوم بأفعال شنيعة هي ذات الحركة التي قامت في السابع من أكتوبر بهذه الأفعال الشنيعة يتوجه إلى مواطني إسرائيل بالقول أن الجهود الإسرائيلية وجهود الحكومة كانت كبيرة جدا لتحرير المحتجزين حماس لا يريدون القيام بمفاوضات حقيقية قبل ثلاثة شهور في مايو وفقنا على صفقة وحماس تنصل منها وفي أغسطس أيضا وفقنا على صفقة أخرى حماس تنصل منها مجددا كلما حاولنا توصل إلى اتفاق حماس تتنصل من هذا الاتفاق قتلوا ستة من مختطفين من يقتل المختطفين لا يريد صفقة الحكومة الإسرائيلية وأنا بصورة شخصية ملتزمون بالعمل على صفقة تعيد كل المحتجزين نحن في يوم صعب جدا وقلب الجميع مكسور يذكر أسماء المحتجزين ويقول إنهم قتلوا بدم بارد مع بقية الشعب أنا وزوجتي نشترك في العزاء لعائلات المحتجزين الذين قتلوا في غزة وفي ذات الوقت أطالب بتقدير جهود الجيش والشباك الذين يضحون بحياتهم من أجل استعادة المحتجزين أقول لقادة حماس وللمقاتلين في حماس الذين قتلوا المحتجزين سنلحقكم ولن نكل من الملاحقة يتحدث عن القتال على كل الجبهات هذا الصباح فقط قتل ثلاثة إسرائيليين في قرب الخليل وهو ما يشير إلى قساوة مقاتلي حماس وقسوة هذه الحركة ويشير إلى استمرار حماس وفق تعبيره بارتكاب البشائع كما كان في السابع من أكتوبر الجهود لتحرير المحتجزين مستمرة في كل وقت والآن الكلمة تتكرر تعود إلى مسألة شهر مايو ورفض حماس للصفقة وبعد ذلك الرفض مجددا في أغسطس وفق إدعائه على أقل تعبير نعم عبدالقادر وأنت تترجم لنا هذه الكلمة لعيسى الزراء الإسرائيلي بني من نتنياهو عد بناء على أبرز مجاة فيها خلاصة هذه الكلمة التي ربما لم تأتي بالجديد نتنياهو يعيد ما ذكره الآن في كل مرة يتعرض فيها للضغط من عائلات الأسراء يخرج في بيان أو يخرج على أشاشات الإسرائيلية ليقول أن إسرائيل وتل أبيب ما زالت مصرة على الوصول إلى صفقة تبادل وإعادة الرهاء والمحتجزين ويقول أيضا يتهم بشكل مباشر حركة حماس بأنها هي التي لا ترغب في الوصول إلى صفقة ومواصلة التفاوض واتهم الحركة بقتل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وقال إن من يقتل المحتجزين لا يريد الوصول إلى صفقة الضغط عبدالقادر الذي يفرضه أو تفرضه عائلات الأسراء على بن يمين نتنياهو هل هذه المرة سيكون أكبر مما يؤدي ربما إلى تغيير في موقف نتنياهو أم ككل مرة؟ الصحيح سونيا بعد ساعات من الصمت المطبق لنتنياهو وهو ما دعا كثير من المحللين السياسيين والصحفيين الإسرائيليين يعني ما دعوه بالعار في ظل صباح مليء بالأحداث على المستوى الإسرائيلي يخرج نتنياهو بعد يوم حافل من الاتهامات من أصابع الاتهام التي وجهت من عائلات المحتجزين بصورة مباشرة إلى نتنياهو لسيما في أعقاب الأخبار التي بدأت يوم أمس بالتسرب عبر وسائل الإعلام غير رسمية وتتحدث عن العثور على ستة محتجزين قتلوا قبل دقائق أو قبل وقت قصير من وصول الجيش الإسرائيلي نتنياهو يخرج بهذه الكلمة التي يعود فيها على التنصل من المسئولية الدعوة من عائلات المحتجزين في أعقاب العثور على الجثث كانت لأن يخرج نتنياهو وأن يصارح الجمهور دعوة وزير الأمن كانت لإعادة التفكير بخطوة فلادلفيا نتنياهو لم يتطرق على الإطلاق في كلمته إلى مسألة محور فلادلفيا والتي تشكل عائقا كبيرا أمام أي مفاوضات قادمة بل عاد وشدد على أن المسئولية لا تتحملها إسرائيل يحملها بصورة كاملة إلى حركة حماس يقول أن إسرائيل وافقت في أكثر من مرة على صفقات سابقة وهذا الكلام هو كلام مغلوط بطبيعة الحال فهذه الصفقات كانت تعدل ويضاف إليها بنود من فترة إلى أخرى باعتراف وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو تعنت في أكثر من موضوع منها منح الصلاحيات الكافية لفريق التفاوض هو يغير من البنود في المخترحات الأمريكية وبالتالي يعود على ذات الحجج ذات الخطاب الذي يحمل المسئولية الكاملة للطرف الآخر عائلات المحتجزين منتدى عائلات المحتجزين في رد أولي على كلمة نتنياهو يقول أو قالوا في بيان أن الوقت قد حان لرئيس الوزراء لأن يتوقف عن لوم الجميع وأن يتحمل المسئولية للقيام بخطوة مهمة تعيد المحتجزين بصورة حقيقية الدعوات اليوم هي لمظاهرة كبيرة الخطاب الإسرائيلي العام في وسائل الإعلام منذ الصباح مختلف عن ما كان في الأيام الماضية هناك دعوات لحشد مئات الألاف في تل أبيب اليوم كان هناك مظاهرة أخرى مجدولة في القدس ولكن جلسة المجلس الوزاري وفقه دعوت أحرنوت قد تم إلغاءها هذه الجلسة كان من المقرر أن تكون الساعة الرابعة مجدولة مسبقا وكانت ستكون هناك تظاهرة لعائلات المحتجزين بموازاة هذه الجلسة ألغيت الجلسة أيضا عائلات المحتجزين انتقدوا إلغاء الجلسة في هذه الأوقات المهمة لأنهم يرون أن هناك حاجة لمراجعة كل القرارات السابقة لمراجعة السياسة الإسرائيلية العامة في كل المفاوضات بالتالي توعد بالتصعيد إذا قابت العمال هناك مطالبات من العائلات لنقابة العمال بالانضمام بصورة رسمية إلى الاحتجاج نقابة شركات التكنولوجيا أيضا الممثلة من قبل مئات رؤوس الأموال في إسرائيل أيضا أعلنت عن دعمها للحركة الاحتجاجية بيني جانس العضو في كابنات الحرب السابق يئير لبيد رئيس المعارضة الإسرائيلية كلهم منذ أمس يدعون الناس للمشاركة في هذه الاحتجاجات وللنزول إلى الشوارع هناك حالة من التحشيد تختلف عن المرات السابقة السؤال إذا ما كانت سونيا هذه الحالة ستنعكس فعلا على الشارع الإسرائيلي هذا المساء هنا سيكون الاختبار الحقيقي لكل هذه الجهود طيب عبد القادر يعود أحرانوت لصحيفة الإسرائيلية قالت أن ثلاثة من المختطفين الذين قتلوا وأعاد الجيش الإسرائيلي جثمينهم إلى إسرائيل كانوا ضمن قائمة وافقت عليها حماس في الثاني من يوليو ربما هذا سيؤجج غضب عائلات الأسرة أكثر الذين كانوا بإمكان عودة أبنائهم أحياء في حال وافقت إسرائيل على القائمة على الصفقة في ذلك الوقت ما الذي تتناوله وتتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية صباحا هذا اليوم بعد إعلان العثور على ستة جثامين لمحتجزين إسرائيليين بكل تأكيد وسائل الإعلام تداولت هذه النقطة في إشارة إلى أن مقولة نتنياهو ومقولة الحكومة الإسرائيلية أن الضغط العسكري وحده كفيل بإرجاع المحتجزين هو غير صحيح ولم يثبت نجاحه في أرض المعركة عمليا الضغط العسكري اليوم أدى إلى مقتل ستة من المحتجزين فقط في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني والسياسي كان هناك حديث عن مسألة الخشية على حياة المحتجزين رد نتنياهو ورد الوزراء كان أن معظم من قتلوا من المحتجزين قتلوا في النصف الأول من الحرب بمعنى أن النصف الثاني لم يتسبب بقتل الكثير من المحتجزين ولكن هذا يتنافى مع الصورة الحالية ستة من المحتجزين التقديرات الإسرائيلية تشير أصلا إلى بضعة عشرات فقط ممن بقوا على قيد الحياة وبالتالي حين نتحدث عن مقتل ستة ممن كانوا على قيد الحياة فهذه مسألة كبيرة لدى الشارع الإسرائيلي نستطيع أن نقول أن وسائل الإعلام وأيضا بمنأة حتى عن حادثة هذا الصباح عامو سهر إيل كان قد كتب في صحيفة هارتس هو المحلل السياسي أو الكاتب السياسي والمعلق السياسي في هذه الصحيفة أن الضغط العسكري أثبت فشله كسياسة لاستعادة المحتجزين هذا الضغط العسكري لا يعيد إلا المحتجزين في توابيت يعيدهم جثثا هامدة ولا ينجح حتى اللحظة في استعادة عدد كبير من الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بالتالي الانتقادات تتوجه إلى نتنياهو إلى سياسة الحكومة طيلة الفترة الماضية التي أصرت ومازالت حتى في أعقاب هذا الحدث تصر على الضغط العسكري أكثر من تصريح من مقربين من الحكومة الإسرائيلية تحدثوا عن أهمية استمرار العمل والتأكيد على الثناء على الجيش وعلى دور الشباك هذا جيش وجهاز الشباك وأيضا جهاز المخابرات الذي يفشل حتى اللحظة باستعادة المحتجزين الإسرائيليين على قصة